السلام عليكم ورحمة الله وبركاته احنا النهاردة يوم 24 رمضان فالحمد لله ان ربنا سبحانه وتعالى احيانا في رمضان وعنى على الصيام والقيام صحيح انا بقول 24 رمضان حاسست ان في 24 ده زادت في قلبي مش هقول حزن ولكن شوء على الايام اللي عددت زي الانسام نسل الحمد لله ان ربنا سبحانه وتعالى خلى الايام الموصولة بالله سبحانه وتعالى تفضل في قلوبنا بانوارها وهو ده تنوع من انواع السلام اللي احنا بنعيش في رمضان وبما اننا في الخواتيم فمحتاجين نتعلم سلام يعنى على ان احنا نعيش الميلاد الجديد اللي احنا بنقصد ان احنا نخرج به لما اتكلمنا عن رمضان ونتخلص فيه من نار النفس الامارة بالسوق والسلام ده واتسلام ما ينفعش ابدا لابد ان احنا نذكره احنا في الخواتيم وهو سلام السند ايه سلام السند ده؟ سلام السند هو ان انت تحس ان حياتك لها ظهر حياتك فيه حد بيقيمها لها اعمدة وضعها حد بيحبك ان حياتك مش بتسابه ان حياتك مدبرة وان حياتك منظورة بعين الرحمة وبعين الود في كل تفاصيلها فحياتك في كل تفاصيلها منظورة بعين الله سبحانه وتعالى كتير مننا في نهاية رمضان بيخاف ان هو يخرج منه عشان ايه بيحس ان هو زي كده ما بيقوله في التعبير وكأنه دخل في منطقة الامان وكأنه في الكمفرتيزون فبيخاف ان هو يخرج من رمضان ان هو يخرج من رمضان عيروح للمجهول او يرجع لنمط الحياة العادية بتاعته اللي كان فيها كتير من اللغباطة اللي بيحس فيها ان هو بعيد عن ربنا وفي ناس مننا بيحسوا ان هم بيتمنوا رمضان يفضل طول السنة عشان يحسوا ان هو اللي بيحافظ على علاقتهم بربنا كأن رمضان هو الحبل اللي بيمسكوا فيه وبيربطهم بحبل المحبة والود مع الله وساعتها يحسوا بالامان من الاحداث اللي بتجري عليهم لكن الحقيقة ده مش صحيح فاللي عيعيش رمضان في رمضان وبس فكأنه مش عارف رمضان لان رمضان جاي عشان نعيش بيه طول السنة مش بس طول السنة نعيش بيه طول الحياة لدرجة ان انا بحب تفسير قاقت الكلام عن ليلة القد عندما نقول عندما يقول الله سبحانه وتعالى خير من الف شهر فهي خير من الف شهر يعني خير من الدنيا وما فيها وربنا سبحانه وتعالى معانا في رمضان وفي غير رمضان فعشان كده يبقى لما يكون ربنا سبحانه وتعالى معانا في رمضان وغير رمضان هنا يأتي بقى معنى السند معنى السند ليه ربنا مش معانا معايا كده فارغة حشايا تعالى عن ذلك علوا كبيرة ربنا معانا لان حياتنا تابعة لمراد الله تابعة لإرادة الله وعشان كده هو سندنا على الدوام سبحانه وتعالى ولما بنغفل عن هذه الحقيقة حقيقة ان ربنا هو سندنا وسندنا مش بس في لحظة المتاعب ولا ساعد لحظة مشارك لكن سبحانه وتعالى سندنا على الدوام بنصب بقى لما نغفل عن هذه الحقيقة بيافة وهي الخوف من عدم الاستمرار فبنقول لنفسنا احنا ضعاف ومش قادرين نكمل واكيد عن ننتكس وعن نرجع تاني زي ما كنا لان الدنيا مليانة بالأحداث اللي بتخلينا والمواقف اللي بتخلينا نحس بعجزنا وضعفنا واكيد لازم عن نرجع تاني فنخاف ونخفل عن ربنا سبحانه وتعالى عشان كده بقى كان ضروري ان احنا نتكلم معاكم عن سلام سند وان الله سبحانه وتعالى هو سندنا ونتكلم عن سلام حسن تدبير الله لينا وهو دهت بمعنى الحقيقي لمعنى السند ان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيدبر أمورنا كلها فاحنا مش لوحدنا ومش متسابين ولذلك من معنى السند ان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي حسن تدبير حياتنا هو اللي بيحافظ عليها من كل افات الى ايام وليالي فاحنا في عون الله واذا سألك عبادي عني فاني قريب ويجيبوا دعوة الداعي اذا دعان وبيخلينا سبحانه وتعالى دايما مش بس ان السند ان هو حياتنا بتعتمد وهي حياة تابعة لمراد الله لكن كمان بيخلينا دائما باب القبول وباب الاقبال على الله دايما مفتوح فدايما بنطمئن وبنحس ان احنا ربنا يارانا وربنا معانا في كل شيء لكننا بقى حصلنا شوية في السبعين سنة او في المئة سنة الاخيرة اللي حصلت اه مئة سنة قربنا على المئة سنة لكننا في المئة سنة اللي فاتت دي حصلت شوية حاجات كده اصابتنا احنا باعتبارنا مسلمين اصابتنا حاجتين اثروا علينا جدا جدا واصابت اعتقادنا في ان ربنا سندنا وان هو بيده وتدبير امورنا كلها اصابتنا حاجتين اول حاجة سوء الاعتقاد في الله سبحانه وتعالى وسوء المعاملة مع الله وقعنا في فخ وما قدر الله حق قدري فاصبح الناس بيرددوا كلام زي انا زعلان من ربنا دي اول حاجة الحاجة التانية الافة التانية اللي حصلت سوء الاعتقاد في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وبرضو بنقول وكأنه وما قدر حضرة النبي صلى الله عليه وسلم حق قدري وفضل الناس ينقلوا للمسلمين والفيروس دا ينتقل ما بين المسلمين وتفضل المسيبتين دول لحد ما القلوب اظلمت والعياذ بالله وزادت المشاكل وزادت المتاعد وزادت فينا شوية حاجات الحاجات دي بقت بتوجعنا بقت بتأزينا لما زادت فينا الافتين دولا لا من عظم مولانا سبحانه وتعالى حق تعظيمه ولا من عظم حضرة النبي حق قدره ودوة ظهر اول في حياتنا في اربع ظواهر عن اعرفهم ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم مع سلام السند واللي بان ليان حسن تدبيري الله سبحانه وتعالى وازاي الواحد بيحصل له سلام لما يعرف ان ربنا سنده وان هو بيدبر اموره كلها احنا قبل الفاصل تكلمنا عن حاجتين مهمين جدا من الزواري السلبية اللي ظهرت في المئة السنة الاخيرة وربنا يجازي التدين للكم ايه عمل فينا ايه خلانا اصابنا بحاجتين الحاجة الاولانية وكأنه اكل قلوب الناس فكان رد فعلا للناس ان هم بقوا من انه بيحسوا ان ربنا متربس بيه ورحوا هم قالوا ايه طب ده ربنا بيتربس بينا طب احنا كمان بنزعا من ربنا وربنا يجازي اللي كان السبب اللي فاهم الناس ان ربنا متربس بيهم وفي الناحية التانية قعدوا قالوا ايه عشان ايه خايفين على الناس من الشرك قالوا انتوا كمان بتعظموا حضرة النبي زيادة عن اللزوم فقعدوا يمشوا في الاتجاه ده لغاية ما الناس للأسف حاسوا ان ما عندهمش سنة وكان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت بالصلاة على حضرة النبي وبحب حضرة النبي وبمعاية حضرة النبي وبأخلاق حضرة النبي وان حضرة النبي موجود في حياتهم وان هما طول الوقت مع حضرة النبي فحسسوهم ان انتوا كده بتحضوا حضرة النبي مع ربنا اي طريقة تفكير سمجة ممكن تفكر ده ده حضرة النبي صلى الله عليه وسلم مأمن الناس وبعدين هتعملوا ايه في حديث البخاري اللي في كتاب الإيمان اللي هو من أجل الأحاديث انه هو تعريف الإيمان انا يكون الله ورسوله هو احب إليه مما سواهما مما سواهما فازاي جبتوا الخرافة دي فراحهم زودين في الناس اصلا اي حد بيدخل انا على خير بالكم ان اي افساد لأي معنى ديني حد بيدخل فيه ما بيوقفش عند المعنى الديني بيروح ضارب في نفوس الناس وضرب في المجتمع فحصل اربع زواهر سيئة جدا جدا زادت فينا وزادت بشكل كبير زاد التصدع التصدع ان الناس تحس انها مكسرة وزاد التوجع الناس بقيت تتوجع ما هم عندهمش سند وزاد الفزع وزاد الجزع فقال عندنا المناعة الدينية والمعنى والمناعة النفسية وزادت فينا الهشاشة الدينية والهشاشة النفسية لان احنا لما كنا عندنا سند كان كل واحد فينا ممكن ببساطة خالص يتعامل بخلق حسن لانه حاسس ان هو مع ربنا حاسس ان حضرت النبي صلى الله عليه وسلم معاه وحاسس ان حضرت النبي سنده فما نقدرش ما بقناش نقدر نصمت عنده عنده لما يحصل حيات صعبة سواء كانت كبيرة او صغيرة والاسف بقينا بنصنع حياتنا بالمخاوف وده بيخلينا نتصدع بسهولة وصدق اي حدث فلازم نخرج من مخاوفنا ونخلي كل خوفنا لله يعني ايه كل خوفنا لله نخاف ان حبيبنا ما يرضاش عننا سبحانه وتعالى فهتلاقي المخاوف ما لهاش اهمية بس لو شفت ان مخاوفك بتغلبك فده مقدر استحضارك انك في معية الله والاحداث اللي احنا بنعيشها ورب اولادنا وننسى اصحابنا بالمخاوف دي بتخلينا تكننا طب وهو السؤال والمخاوف بتصنع حياتك كلها فين بقى ربنا بغضل ما انت شغل الناس طول الوقت ان انت تسألهم اين الله بمعنى فين مكان ربنا وهو ده سؤال انا اسف يعني ده سؤال ما يصحش وده سؤال بدعة زي مكان سيدنا الامام مالك بيوضح فالسؤال ده انت بفروض تسأل الناس اين الله من حياتك وعشان كده لابد ان احنا نعرف ان الخوف من الله مختلف عن الخوف من الناس الناس كتيرة بسبب الخوف اللي هم معلموهم للناس ناس كتيرة بتتعامل مع ربنا عن ان ربنا بابا بابا اللي بيعسوا علينا فممكن نزعل منه وده مش حقيقي وعشان كده لما بنخاف من الله سبحانه وتعالى ونشعر بان ما فيش امان لان احنا منخاف من الله سبحانه وتعالى لكن لما منخاف من الله بمعنى ان احنا منخاف من حبيبنا انه ما يرضاش عننا ساعتها الخوف ده بيخلينا نشعر بالامان فالله لم يخفنا الا ليطمئننا فلما تخاف تذكره فتزوق حلاوة ألا بذكر الله تطمئنه القلوب وده الخوف ان انت ففروا الى الله فيبقى مش مش الخوف ففروا من الله حتى لو كانوا ففروا من الله ففروا من اقدار الله لا نحن ونفر الى الله واحنا عارفين ان الله لطيف لعبادي فلما نفر الى الله ندوق حلاوة ايه بقى ألا بذكر الله تطمئنه القلوب فيسئينا الله سبحانه وتعالى بالخوف منه ويسوقنا بالخوف منه الى ان احنا نطمئنه الى جنابه سبحانه وتعالى يبقى هو خوفنا عشان نطمئنه ليه لكن المخاوف التاني بقى اللي بيرواجها اصحابنا دي بتأمل ايه بتلتهم بتلتهمنا ومش بتنتهي وبتزيد وبتزيد من ايه وبتزيد من تسييل اليأسة علينا وتزود تقل الحياة لكن الخوف من الله بيجبرك يجبر كسرك فالخوف من الله يجبر العباد والخوف من العباد تكسر اقوى العباد واحنا كمان بنخاف من عدم الاستمرار على الطاعة بعد رمضان عشان احنا بنعمل ايه بنشوف ان الطاعة بتكون بالارقام الكبيرة والاشياء الكبيرة ومش بننسبها لربنا احنا مش نسبين الطاعة لربنا احنا نسبين الطاعة للاشياء والارقام ومش نسبينها لربنا فاحنا بنظن ان احنا قادرين على الطاعة عشان في رمضان لكن احنا لو فهمين ان احنا في رمضان بنتيع ربنا عشان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيجي هو اللي بيوفقنا فإيه اللي يحصل؟ هيبقى رمضان نعم دي أو نور وبركة وجنة لكن هيفضل اللي بيخلينا نطيع توفيق الله عشان في رمضان الجو بيكون مهيئ للطاع فالشياطين بتتسلسل والجنة أبوابها بتتفتح والمساجد بتقام فيها التراويح فبنتشجها انه راح نصلي وكل ده إيه اللي حاصل؟ كل ده جميل ومن المعينات اللي ربنا سخرها لنا عشان تعنى على الطاعة بس مش هي اللي بتصنع الطاعة لكن هل دي هي دي أسباب الطاعة؟ كم من شخص غافل عن كل ده وغافل حتى عن الصيام في رمضان فمين اللي وفقنا للطاعات؟ ومين اللي أخدنا إلى بابه؟ ومين اللي أوقفنا على أعتابه؟ ومين اللي خلانا نقرأ القرآن وحرك ألسلاتنا بذكره وخلنا نقوم القيام ونقف بين يديه الله وحده لا شريك له ولو فهمت ده؟ هتعرف أن خوفك من عدم الاستمرار في الطاعة وعدم الاستمرار في الإقبال على الله؟ لا أساس له فزي ما ربنا أعانك في رمضان ده كان بيدواءك الحلاوة اللي اعتعيش فيها تول حياتك ده العيش اللي انت اعتعيشها تول حياتك ونزيك ليلة القدر خير من الدنيا وما فيها إذا كانت ليلة في رمضان خير من الدنيا وما فيها يبقى أنت لو عشت رمضان كله على هذا الحال هتبس تلاقي حياتك كلها سبغى الله بنت هذا النور فرمضان ربنا بيعينك فيه وبعد رمضان الله الآن على ما علي كان هيستمر مولانا سبحانه وتعالى في عونك ويغير حالك ويبقى إيه؟ ويبقى الله سبحانه وتعالى الذي تودد إليك في الأزل هو على وده لم يزل فربنا سبحانه وتعالى فضله لا يعد ولا يحصى فعلى ساعتها هترى الله سندك ومددك على الدوام وينا بقى نازم نفهم إن الطريق ده مكتوب طريق إلى الله سبحانه وتعالى مكتوب عليه من طلب النهاية لم يعرف البداية ففيه فناء لنفسك تتخلص منها ولما تتخلص من نفسك ما فيش انتكاس انت طول الوقت في بدايات فما فيش انتكاس عشان تبقى انت تنتكس ليه؟ لأن انت ترد نفسك إلى أصلي وهو أصل الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى فازاي هتنتكس وانت مفتقر إلى الله الانتكاس هايجم يلاقيش حاجة هايجم يلاقي عبد فقير أمره على مولاه فلما يجي ينال منه مولاه اللي حاصل الله يدافع عن الذين أمنوا فكل الانتكاس يذهب فأنت مضعش ولكن هتجد نفسك ساعة ما تفتقر إلى الله وتعرف انك بتعيش بسندك اللي هو مولاك سبحانه وتعالى الحل في التوازن بين الافتقار الشديد إلى الله سبحانه وتعالى والتوكل الشديد على الله فالمتوكل مش بيخاف من حاجة حتى لو كانت فوات زمان العبادة لأنه عارف ان الله سبحانه وتعالى معاه في كل زمان وفي كل مكان وعارف ان ربنا سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى الباقي معك ما ودعك أبدا ما ودعك ربك وما قاله فالمتوكل مكتوب على قلبه الباقي معك ما ودعك أبداً ربنا سبحانه وتعالى وهو بيعيش بهذا المعنى بأن الباقي معه ما ودعه هو بيعيش بأن ربنا سبحانه وتعالى هو السند المعين في كل الأوقات فلي بيحزن عشان الفرصة الأخيرة راحت ما فيش حاسمه فرصة أخيرة لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يخلق الفرص فلي بيرب أولاده على التعلق بالفرصة الأخيرة وبيفهمهم حديث الرسول الله صلى الله عليه وسلم حديث حضرت النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت في صلاتك فصلي صلاة مودع إن المقصود به هو الفرصة الأخيرة ده فهم فاسد وده باب من الفساد العريض صلي صلاة مودع يعني اترك ما كنت فيه وسيجعلك الله مولودا جديدا صلي صلاة مودع وصوم صوم مودع وحج حج مودع بمعنى ودع ما كان منك لتستقبل ما كان منه سبحانه وتعالى وهو ده المعنى الصحيح مش معنى الفرصة الأخيرة ربنا سبحانه وتعالى حتى أنت لو كانت عندك فرصة أخيرة ربنا يخلق لك ما لا عينه رأت من الفرص لأن الله سبحانه وتعالى أبدا لا يمنع معاملته عن عبيده ويطلب عبيده أن يقبلوا عليه قل يا عبادي الذين انصرفوا على أنفسهم لا تقنتوا من رحمة الله الدنيا واسعة والله سبحانه وتعالى ليست عنده فرصة أخيرة طبعا أنت تقول للناس خليهم يتهونوا في رمضان لا الضغط اللي انت عامله على الناس دي عشان تمشي في رمضان بيقولوا احنا مناش فايدة واحنا ما فيش مننا رجا فبيعملوا ايه؟ فبيفرطوا في رمضان لكن لما تفهموا أن ربنا سبحانه وتعالى يستقبلوا في كل حال يقبل على الله فالمعاملة بيننا وبين الله سبحانه وتعالى مش مبنائها أبدا على الرصيد ولكن مبنائها على أننا يتفضل علينا الله سبحانه وتعالى رب العبيد عشان كده لازم نفهم أن احنا مش بنودع رمضان ولكن بنودعه في قلوبنا نودعه بمعنى أننا بنضعه في قلوبنا عشان يبقى حياة جديدة ويعني ايه؟ يعني أن هذا اللقاء سيظل علامة إلى لقاء إلى باب مفتوح للقاء فيفضل رمضان باب مفتوح للقاء نبي الله اللي كان في قلوبنا مع الله سبحانه وتعالى مش عشان نفتكره لا عشان يبقى هو باب مفتوح على الله على الدوام وعشان كده كان أول ليلة في رمضان تفتح أباب الجنة عشان تتفتح أباب جنة في قلوبنا وتفضل قلوبنا مفتوحة على الله وعشان كده نقول لله سبحانه وتعالى شوقتني إليك بهذا النور يا نور فهل ستقطعوا علي عن النور بعدما وصلتني بالنور إنا هنا لازم أعرف إن أنا ربنا أخدني للتزلل إليه مش عشان أقوله أنا عاوي إزاي فاشترت على الله سبحانه وتعالى ما ينفعش أقول لله سبحانه وتعالى أنا عاوي إزاي لإني الله سبحانه وتعالى لا دعنا لأنفسنا ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير يبقى نعمل إيه بقى عشان نمشي ونخود تجربة سلام بقى السند عشان نعيش سلام السند لازم نعيش بأن الله هو السند في جميع أوقاتنا وهو اللي بيدبر لنا حياتنا في كل وقت وفي كل حالة وأنا بنصح كل واحد فينا في كل يوم من أيامه ونبتدي من النهار ده يضع يدعو على قلبه ويقول لقلبه يا أيها القلب هل رأيت الرب إن سيدك معك ما ودعك فاذكر أنك في حضرتي ولا تنسى أنه سندك فلا تخف ولا تجزع فإن السيدة معك نقول كده لنفسنا على طول تاني حاجة نعملها دول الوقت لابد إن احنا ندعو الله سبحانه وتعالى وندعو الله سبحانه وتعالى بدعاء بيننا وبين الله الدعاء اللي أنا قلته ده نقوله في وقت الشدة لكن في كل وقت نقول إيه يكون عندك دعاء سر كده على الأقل بتقوله خمس مرات في اليوم بعد كل الصلاوات تقول لي زي إيه تقول يا سندي ويا سعدي أنت وحدك مددي يا سيدي خذ بيدي ولا تتركني لي تالت حاجة كل ما تشعر بالخوف من الأحداث أو الناس خذ نفس عميق واستحضر معي صلى الله سبحانه وتعالى قول عشر مرات الله الله واستشعر أنت في حضرة مولاك قول الله سعيتها هتعلم أن الله يذكرك وسعيتها هتعرف ما إيه معنى ألا بذكر الله تطمئن القلوب لأن ساعتها يكون هو الذي بدأك بالذكر لأن الله هو الأول في الزكر رابع حاجة كل ما نفسك تخوفك من أي شيء كرر الرعاء سلام العيش بالسند وأن الله هو الذي يدبر أمرك ونادي على الله سبحانه وتعالى وقول له يا سلام يا من أنت أقرب إلي مني من كل مخاوفي أمني وبمددك على السير في طريق الحبك أعني بلطفك من كل أو حالي اغسني ووسع مشهدي حتى أراك على الدوام سندي ومددي وأنك لغيرك لا تكني يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين يا سادة عيشوا معنا سلام العيش بسلام السند وعيشوا قد ربنا سبحانه وتعالى بيدبر أحوالنا ولو حكينا البعض أنا أجد كثير من الأسرار اللي احنا قدرنا نفهمها ويا سلام لو دوقنا حلوتها لما نعيش مع بعض في تفاصيل أيامنا أن سندنا هو مولانا يا سيدي خذ بيدي ولا تتركني لي يا سادي ويا سندي أنت وحدك مددي بعد الفاصل نلتقى بحضراتكم عشان نجيب على أسراتكم مباركة ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم معنا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بالنامج ولا تتعسروا اللي بننتلقى عليها أسألتكم مباركة وكمان بننتلقى عليها طول شهر رمضان بتتلقى منكم تعليقاتكم وكمان مشاركاتكم لنا في السلام في شهر السلام ويا ريت النهاردة تشاركونا الكلام عن سلام السند وتدبير ربنا سبحانه تعالى لنا وإزاي هو سبحانه تعالى معنا في كل نفس من أنفسنا معنا قبل أنفسنا وفي أنفسنا وبعد أنفسنا الحمد لله على سند مولانا سبحانه تعالى وصلنا سؤال من أم يعني قلبها موجوع بس في نفس الوقت خايفة على نفسها بتسأل بتقول بنتها عملت زنب هل هي تتحاسب على الزنب ده كثير من الناس بيعتقدوا ده الله سبحانه تعالى من كرمه جعل ألا تزيل رزيرة من وزرة أخرى يعني إيه يعني هي لن تحاسب عن زنب بنتها مدام نصحتها نصحتها وخاصة وهي كبيرة في سن التكليف وفي سن الاستقلال بالحياة فهي نصحتنا فهي فعلت ما عليها وليس عليها ذنب فنسأل الله سبحانه تعالى الهداية للبنت ونسأل الله سبحانه تعالى أنه يطمئن قلب الأم وناخد أول اتصال معنا لأستاذ صلاح أستاذ صلاح أهلنا وفضلت الشيخ وسعيد بأننا أسمع صوتك وكل سنة وعبرتك طيب وعليك طيب وبصحة وبسلامة تفضل لحكي الصلاح السؤال لو سمحت أنا تجاوزت الثمانين من عمري ربنا يجعلهم بركة وخير ونور وفضل يا رب وأنا بصلي الحقيقة ما بقاش في درجة التركيز بتخف فمعرفش ركعت مرة سجدت مرتين ولا ثلاثة وعلى هذا الأساس من هنا يعني بتأثر وأنا بصلي فماذا أفعل حضرتك ما بتقدرش تتأقن في كل الصلاوات كل الصلاوات فيها بيبع عندك مشكلة شكة في كل الصلاوات بالضبط جدا طيب حضرتك ما عندكش أي شكل من أشكال الوسواس وده جديد عليك مع السن ولا ده طول عمر معك لا مع السن طيب مع السن فأنت حضرتك دلوقتي في كل الصلاوات بتحس إن أنت تيجي في تركع الرابعة تحس إن أنت صليت في التالة يعني هل أنا ركعت ثلاثة ولا ركعت أربعة سجدت مرتين ولا ثلاثة هذا القبيل يعني بص يا سيدي خلينا نقول حاجة مهمة حاجة صلاح بالدراسة وبالفحص وإحنا طبعاً لما نجي نتكلم في المسألة دي بنكون عندنا اطلاع على ما أنتجه العلم فيما يتعلق بالكلام عن الوسواس القهري الوسواس في الحقيقة عنده مشكلة إن كل ما تستجيب ليه يزداد يعني أي حد عنده وسواس معروف إنه لما يستجيب ليه يزداد ووجدنا في الكتب القديمة العلماء أهموا بيتكلموا على مسألة الوسواس بيقولوا إن إحنا نصلي ونفعل في الصلاة ما يدفع الوسواس ما يدفع الوسواس فنعمل إيه؟ فنبني على الأكثر إذا كان الناس بتبني على الأقل فحضرتك ابني على الأكثر عشان تدفع الوسواس دي أحد طرق دفع الوسواس عند حضرتك واضح إن الطريقة اللي هينفع فيها تتخلص من ده هو إن أنت تدفع الوسواس تدفع الوسواس بإيه؟ بإن أنت تبني على الأكثر يعني إيه تبني على الأكثر؟ لا إنت سلت أربعة إنت سجدت أثنين ولا واحدة يبقى سجد أثنين وإن شاء الله رب أن يتقبل منك وينفع بيك ويحفظك يا رب نعم معنا الأستاذ أحمد بن سواج السلام عليكم وعليكم السلام عليكم راح أطلو باركاته أستاذ أحمد زكا أستاذ نالف فضل ونعم الحمد لله والله أنا عندي سؤال الأول ربنا الحمد لله فيه شات مشاكل كده مفتكني بيه وربنا فالحمد لله خير ربنا كتير ربما يكون المشكلة دي اللي أنا حولها لك هي السبب معايا أخت المدام وأنا مخلفة ويوزها متوفي فمعاها نص شقة بتاعتها وهي ومارتي فكتبت نص الشقة لأبنائي فأخوتها زعلو فيعني وقطعوها فهل أنا يعني اللي أنا فيه ده بسبب هذا الموضوع طيب أنا أقول لحضردك أنا فهمت القصة اللي أنت ما قلتها أنا فهمت أن أنت بتقول أن هي كده ظلمت إخوتها فعشان هي ظلمت إخوتها فمنعتهم من مراس فالمشاكل معايا أستاذ أحمد أستاذ أحمد لسه معنا أي معاك أنا معاك ستا فأنا بقول لحضردك أنت بتقول عشان هي كتبت نص الشقة بتاعتها لأولاد أختها فهي كده ظلمت إخوتها لأنه كده ده نص الشقة ده كان عيبقى ليهم لما هي تتوفى فوالده بقى هو ده السبب في المشاكل اللي أنت فيها دي مش هو ده السؤال يا حج أحمد ماشي بس مش هو ده السؤال اللي أنت بتسأله هو السبب ده لا اللي أنت فكرت فيه ده غلط وما يزحش مع كرم الله سبحانه وتعالى بالعكس اللي إحنا نعمله مع أخت مع خالة الأولاد دي إن إحنا نقدر اللي أنا عملته وده فعل رشيد وفعل حسن وده وتلاقي ليه علاقة بالمراس ولا أي حاجة وده ولو أكلم حد في القصة دي كلها أكلم أخواتي أقول لهم اتقوا الله وما تبصوش في مال غيركم ما يبصوش في مال غيركم ما تبصوش في مال غيركم يعني إيه؟ يعني ده ملها لا هي توفيت ولا في تركي ولا يحزنون ولا أي حاجة واللي فعلته ده صحيح ولا فيه ولا عزو بالله معصية فتبقى شؤم المعصية ترجع عليكم ما فيش أي حاجة اللي عملته ده صح واللي أنت فيه دوت من الضيق أو أي شيء تاني ده سببه عدم التخطيط سببه أي سبب تاني لمشكلات في إدارة الحياة لكن ده ملوش علاقة خالص باللي هي عملته اللي عملته ده حلال وإن شاء الله بتاخد ثواب عليه عظيم تاخد ثوابين ثواب الصدقة وثواب القرابة فيا واخد ثوابين لما ادت نص الشقة دي لولاد أختها فهي واخد ثوابين وما فيش أي إثم عليها خالص لكن الإثم على الناس اللي بيبصوا بيعنيهم على مال غيرهم اللي هم أخوتها فيتقوا الله سبحانه وتعالى وما يبصوش لده ولا يوهموكم من ده حرام نعم أستاذ عدم الغربية يتفضل وعليكم السلام عليكم وعليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله يباري فيك تلقي عندي بتضخم في البرستاتة نعم بيحصل بعين مثلا نقطة أو نقطتين في البول نعم يعني طبعا أنا أحب أكون طاهر ساعة الصنة أو مثلا بنتظر الصنة إيه المشكلة في كده أهل مثلا ندأ مثلا أمل طب أنا عايز أقول لك حاجة أستاذ عادل نعم أنا مهتم شويتين ثلاثة بالمساحة الاجتماعية والمساحة النفسية اللي من بينها وبين الأحكام الشرعية من الحاجات اللي بتصاحب التضخم البرستاتة والتضخم وبعض الأمراض شوية وسواس شوية وسواس بيخلي الناس يحصل لهم بعض الأحسيس الغير الحقيقية المصاحبة للأمراض يعني ما فيه واحد من مريض من مرضى السكر في المرة الأولى لما بيرتفع إلى أنه ياخد إنسولين إلا وبيجي يشتكي أنه بيحس أنه مش قادر وبيتناقل الناس أنه من أحد مشكلات مرضى السكر بيتناقل الناس أنه ما بيقدرش يتحكم في بول وده في الحالية ما بيقاش صعيح لدرجة أن علماء النفس عارفين والأطباء عارفين أنه بيحس للشخص كأنه فعلاً بينزل منه قطرات من البول خلينا نكون واضحين لو أن دوت مش وسواس عندك حاجة عادل يبقى خلاص لو تأكدنا أنه فيه حاجة نزلت قطرة نزلت يبقى انتقد البول ونخسل مكان القطرة دي بس ما نغيرش الهدوم نخسل مكان القطرة دي نخسل مكان القطرة دي نعم بس أنا عايز أقولك حاجة أنا إحساسي حاجة عادل أنه فيه سنة وسواس صح اللي أنا بيقوله ولا غلط الله يوه فيه أحياناً لا يوه لا توكننا على الله يبقى الكلام ده مش موجود يا حاجة عادل حاجة عادل بس عشان بس أقولك حاجة الكلام ده لو أنت طوعته ومشيت وراه هيسرح هو ليه يا جماعة أنا بعمل كده وأنا بتكلم ليه بس أعلى وسواس وسواس بيسرح يا جماعة وإحنا عندنا شوية فتاوى شوية ناس ما درسوش وده يا جماعة اتقوا الله في الناس الناس هتدوب في إيدينا إيه اللي مش عارف إيه اللي مش عارف إزاي يتعامل مع أصحاب الوسواس في الطهارة ما يتكلمش بالله عليكم أنا شفت الناس إيديهم متقطعة أنا شفت الناس أجسادهم متبهدلة لإن إحنا سبناهم الوسواس يأكل فيهم فبالله عليكم وحدة وحدة ترفقوا بالناس وطبعا التدين الكامل بيقولك إيه يجي يتكلم في الاحتياط يا سيدي في الظروف عندما نستطيع الاحتياط وفي أحوال محددة الشرع حددة في الاحتياط لكن ما بفيش حاجة يسمعها الاحتياط البارد والاحتياط أنا ببقى فيه حاجة يسمعها الاحتياط المؤلم الاحتياط الجارح اللي بيزيد ألم الناس ده الشرع بيبيح للاجل اللي هو ما يستعملش الماء إذا خاف إن الجرح يتأخر برقه أنت تخليه يستعمل حاجة على ظن وهو موجود في يقين فتدفع اليقين بظن أنه أنت قد قوله يا سيد عادل يا سيد عادل أيها السادة أصحاب الوسواس أنتوا عندكم يقين الطهارة أنتوا عندكم يقين الطهارة وعندكم شك الحدث فاليقين لا يزول بالشك إنت يبقى ده يقين لما تشوف بعنك ماشي أنا حاسس دي ملهاش قيمة عندنا أنا حاسس دي ملهاش قيمة عندنا وخاصات عند إخواننا أصحاب الوسواس اسمعوني والله ده بحث طويل ففكرة أن أنا حاسس لا أنا متأكد اليقين يقين الطهارة لا يزول بشك إيه؟ بشك الحدث بس والله وأعلم فأنا بقول يا سيد عادل لا أنا شايف أن أنت لو ما لقيتش حاجة يبقى أنت على طهارتك والإحساس ده إحساس بس بيحصل للناس مع أمراض برستاطة مع أمراض الدم زي المرض السكر زي عدد من أمراض الناس كلها أي أمراض تتعلق ليها اتصال بالجهاز التناسلي ولا أي وليها اتصال بالبول الناس كلها لما بيصبها الأمر ده تساعات بتتوسوس بيحصل لها ده نعم السيدة أمو محمد تتفضل تفضل يا سيدنا الشيء كل سنة أحاسك طيب واحدك طيب وبصحة وبسلام رمضان كريم رمضان كريم ربنا يخليك لنا يا رب أنت منور الدنيا كلها والله ربنا يحفظك يا حديث يعني قدي إيه أن أنا بمبصد بحضرتك لما بشوفك على التلفزيون كده والله فين أحفظك يا أمي ربنا كل سنة أحفظك طيب ربنا يزيد جمهور عندي ثلاث أسئلة أقولهم لحد يا الله يا سيدي أنا الحج ما بيصومش وأنا دع لنا قوي السنه قد إيه 65 سنة آه أنا عرفت الحكاية دي بتحصل في بيوت كتيرة الأولاد والزوجة شايفين الزوج يقدر يصوم ويقول لهم أنا ما بقدرش أصوم فبيرفك أنا زعلانا زعلانا زعل كبير 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 طب أسألك السؤالي حاجة أمو محمد فضل فضل أنت بتقدر تصومي فقال فعلا أنه قال فعلا أنت متأقن أنه هو بيقدر يصوم آه مفروض لا بص أقول لك حاجة المفروض دي يعني القدرة على الصيام ده حاجة جواه ولا حاجة براه وهو ما بيأكلش ولا يشرب غير يقول لك السجارة بس آه يبقى إحنا عندنا مشكلة كمان أنه هو بيأسى ربنا وبيشرب سجار والسجار حرام بس أنا عمل أقول له يا حاج الأيام خلاص خلصت أنه العمر خلص إحنا عايزين الأيام اللي إحنا عايشينها أن إحنا نقبديهم كويسين نصلي طيب أنا أكلمه دلوقتي يا حاجة محمد ده السؤال الأول أنا أكلم الحاج السؤال الثاني صليت كيام الليل وأنا قاعدة أنا حلمت بسدنا النبي صلى الله عليه وسلم بابي هو أمي صلى الله عليه وسلم آه حلمت أنه بيشد إيدي بيودينا عند الكعبة الله ما شاء الله آه والله آه والله طيب والسؤال الثالث أن أنا بنتي ففعل أنت بتسألي ده السؤال ده إن شاء الله ربنا يكتبلك عمرة ولا إلا صح؟ السؤال الثالث بال space أهنا عملت العمرة قبل كده برضو بص فإه الحمد لله أنا بأشوفها على طول والله يصدنا النبي على طول الحمد لله السؤال الثالث السؤال الثالث أنا معي بنتي مطلقة يعني بقالها 4 سنين ما بتاخدش ربع جنيه من طريقها ومعها بنت عندها أربع سنين هل إيه اللي ينفع احنا اغلبنا مع الولد ده حاطر أنا أقول لي حذك تعملي يا حاجة حاجة محمد أول حاجة حاجة محمد بالله عليك يعني مش هقول لك الأيام اللي باقي من عمر مش قد اللي فاتت لا ده ربنا ده قرب ربنا وحب ربنا وحنن ربنا وجمال ربنا والقرب من ربنا والعايش مع الله وكل الحاجات الحلوة ما تخليش نفسك تقول لك هم شايفيني كده وحش طب أنا وحش اوعى نفسك تقول لك كده اوعى تستبيع هم مش هم ربنا هم لو هم شايفينك وحش دي حاجة تخصهم هم بس انت بينك وبين ربنا ربنا اداك فضل كبير فأنت لو قادر على السيام حاجة محمد صوم صوم لأن أيام رمضان دي لا تعوض لو أن أيام رمضان تشترى هتشترى بالأيام والليالي والأموال وكل حاجة والدنيا وما فيها ده فيها ليلة جاية يلا أقول لك حاجة صوم وامسك من النهار ده وصوم من بكرة لو قادر على الصيام ده فيه ليلة خيوم من ألف شهر ليلة القادر ايه وقت فوتها حاجة بمحمد وصوم ان شاء الله ربنا يعينك ويكتب لك الخير وكله يا رب الحاجة التانية الرؤية اللي انتو شفتها دي بشرة ان شاء الله ربنا يكتب لك بيها كل خير ان شاء الله تكون فتحه وتنوره بركة عليك يا حاجة محمد اما مسألت بنتك فانت محدش يقدر يمنع بنتك انها تأخذ حقها بكل وسائل الوصول لحقها اللي هي الوسائل المشروعة ترفع أمراض القادر عشان تحصل على أموالها هل ده تبقى قيلة أصل آبادا آبادا ده ملوش دعوة بقيلة الأصل لديها دعوة بالحفاظ على حقوق الأولاد والبنات اللي هم أحفادك وإلا دولا يعيشوا ازاي والشخص اللي هو بيمنعهم حقهم دولا هل لهم حق ان هم يطلبوا بحقهم بس النصحة الأولى يدخل شخص وسيط ويحاول يصلح بينكم وربنا يكتب الخير كله يا رب نعم إذا يا سادة يا سادة إحنا وخاصة بالكلام مع السيدة محمد يا سادة ده شعر الرحمة ويجوز بنت الحجة محمد إلى أيام الليالي مش هي بس اللي بتسعد الإنسان الصلة بالله سبحانه وتعالى والحفاظ على حقوق الناس وخلي بالك إن سند أولادك وسند زوجتك هو الله وخد من سند ربنا إن أنت تقدر تكون عوني لأولادك ولزوجتك إن هم يكونوا شاهدين لك يوم القيامة فاتق الله سبحانه وتعالى فيهم وإن من أعظم الإسم أن يضيع الرجل من يعول فاتق الله سبحانه وتعالى وخد من الله سند ويقبل على الله سبحانه وتعالى وتعالوا كلنا ننادي على مولانا عشان يملأ لبنا بجمال سلام السند اللي فيه بنغرق في أنوار نعمة إن ربنا سندنا وربنا هو اللي بيحسن تدبير حياتنا فننادي عليه ونقول يا سلام يا من أنت أقرب إلي مني من كل مخاوفي أمني وبمددك على السير إليك وفي طريق حبك أعني وبلطفك من كل أوحال اخسلني ووسع مشهدي حتى أراك على الدوام سندي ومددي ومددي وأنك لغيرك لا تكني يا مولايا كلي عليك فإلي غيرك لا تكني وبحبك وعطفك أمني يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين اجعلني في سلام بأنك سندي وعوني ومن كل شيء تحميني بحسن تدبيرك يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين ا commodity موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا